سياقي هذه الأخبار العاجلة ترد إلينا الآن البيت الأبيض يقول إن بايدن يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بكورونا البيت الأبيض يقول أيضا إن بايدن سوف يعود إلى ديلاور بعد إصابته بكورونا من أجل العزل ومزاولة مهمه من هناك إذن الكثير من المفاجأة لربما تحصل في سياقي هذا السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض طبيب بايدن قال الرئيس تلقى الجرعة الأولى من لقاح باكس لوفيد بعد إصابته بكورونا إذن كما ذكرنا البيت الأبيض أكد إصابة بايدن بفيروس كورونا ورئيس منظمة لاتينية في أمريكا يقول بايدن أصيب بفيروس كورونا بطبيعة الحال جاءت تصريحات على لسان رويترز لتؤكد أن بايدن لن يلقي خطابا في لاس فيغاس بسبب الإصابة بفيروس كورونا لعلنا نقف على آخر تطورات هذه الأخبار في سياقي هذه الساعة الإخبارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر